بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين أما بعد أحباب مع نص القراءة الإسرائية الثاني للأسبوع الثاني للصف الثاني مادة لغتي قلوان عودة الطائر كانت العصافير تطير فريحة بالجو الغافئ فجأة هبت عاصفة قوية وسقط مطر الغزير طارت العصافير لأخاب ولكن عصفورا صغيرا وقع على الأرض من شدة العاصفة وتلاثر ريشه فأصبح غير قادر على الطيران اجتمعت العصفير وأخذ كل عصفور ريشة من جسمه وأعطاها للعصفور الصغير وبفضل الريش الجديد طار العصفور مع أصدقائه وعاد إلى عشه بأمان كيف كان الجو عندما كانت العصافير تطير تذكروا كان الجو دافئا كان الجو دافئا ماذا حدث للجو بعد ذلك صفة قوية ماذا حدث للعصفور الصغير سقط ووقع ريشه ولم يسقطع طيران وقطع ريشه من شدة العاصفة الإجابة ماذا حدث للجو هبت عصفة قوية ماذا حدث للعصفور سقط ريشه فسقط على الأرض ولم يستطع الطيران كيف ساعدته العصفير أعطاه كل عصفور ريشة فجمعها وطار بها وعليكم تحفظوا الإجابات يعني لازم نكتبها سقط ريشه فسقط على الأرض ولم يستطع الطيران أعطاه كل عصفور ريشة فجمعها وطار بها طبعا هل لاحفظ بس الإجابات ما رأيك بما فعلته العصفير مع العصفور الصغير رأيي أنه فعل جيد من العصفير أنه فعل جيد يمكن في طريقة أخرى تستطيع بها العصفير مساعدة العصفور الصغير تحمله وتطير به تحمله وتطير به كيف نكافئ من قدم لنا مساعدة في موقف صعب نقول له جزاك الله خيرا ممكن نقدم له هدية وتطير تحمله جدا تحمله 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 في الصف الثاني الابتداء الجمعية تدرب عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته